غزو أمريكا لإيران يتطلب إسقاط نظام الحكم في بغداد هذا ما أشارت إليه مجلة ناشونال انترست الأمريكية في مقال لها حيث قالت فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يسير على خطر رئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ويقرر غزو طهران التي تمتلك القدرة على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وأفغانستان عن طريق حروب الوكالة كذلك يمكن لطهران التعاون مع حلفائها لتنفيذ هجمات ضد القواعد العسكرية الأمريكية وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط باستخدام ترسانتها الضخمة من الصواريخ الباليستية ولفتت المجلة إلى أن ترامب يعتزم الانسحاب من الاتفاق النووي مشيرة إلى أن واشنطن تسعى لتغيير نظام الحكم في طهران وتعتبر أن إيران تساهم في زعزعة استقرار المنطقة ونوهت المجلة إلى وجود أصوات تطالب بشن حملة عسكرية ضد طهران لتغيير نظام الحكم وأن تلك المساعي يمكن أن تقود للحرب على المدى القريب أو البعيد وأوضحت المجلة أن شن حملة عسكرية لتغيير نظام الحكم في دولة أخرى يقود للحرب معها في نهاية الأمر مضيفة أنه إذا سار ترامب على خطى جورج بوشل إبن في العراق وقرر التحرك في اتجاه تغيير نظام الحكم في طهران فإن الحرب معها ربما تكون حتمية كما أن غزو إيران ربما يكون وسيلة واشنطن لتغيير النظام الحاكم ورغم ذلك فإن واشنطن ستواجه الكثير من التحديات وستكون بحاجة إلى حشد قوات عسكرية هائلة لمواجهة الجيش الإيراني وإسقاط نظام الحكم في طهران لكن هذا الأمر يتطلب حربا أخرى لتغيير النظام الحاكم في بغداد حتى تكون واشنطن قادرة على حشد القوات العسكرية الكبيرة داخل أراضيه قبل الإقدام على غزو إيران شكراً للمشاهدة شكرا